بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الدرس الرابع من الوحدة العاشرة نتناول في هذا الدرس حل المثال الذي بدأناه في الدرس الثالث وهو مثال عن حل تصفية شركة المساهمة في ظل الحالتين الثالثة والرابعة أي عندما تنتهي مدة الشركة المقررة في نظامها وتقرر الجمعية العمومية حلها أو عندما تبلغ خسائرها ثلاثة أربع رأس مالها أولا يتم إعداد حساب التصفية وهذا الحساب كما ذكرنا سابقا أنه يجعل مدين بحسابات الأصول ومدين بحساب الفرق في تحصيل مبلغ المدينين ومدين بمصاريف التصفية وكما هو ظاهر في هذا الحساب أنه تم جعل هذا الحساب مدينة بحسابات الأصول والهي السيارات والآلات والمعدات وبالمبالغ التي ظاهرة فيه كما هي ظاهرة فيه قائمة المركز المالي للشركة عند التصفية ويجعل هذا الحساب مدينة كذلك بالديونة التي لم تحصل وكما هو واضح في قائمة المركز المالي أن المدينين أربع مليون صافي المدينين أربع مليون ريال وتم تحصيل مبلغ ثلاثة مليون وثمانمية ريال فقط من حساب المدينين بمعنى أنه لم يتم تحصيل جزء من المدينين وهذا الفرق في تحصيل مبلغ المدينين يتم تسجيله في الجانب المدين من حساب التصفية مبلغ المدينين أربع مليون وخمسمية ريال تم تحصيل منه ثلاثة مليون وثمانمية ريال الفرق في المبلغ سبعمية ألف ريال يتم تسجيله في الجانب المدين من حساب التصفية وكذلك يجعل هذا الحساب مدينة بمصاريف التصفية والتي بلغت ستمية ألف ريال يعني تم جعل حساب التصفية مدينة بحسابات الأصول ومدينة في الفرق في تحصيل المدينين إجمال المدينين أربع مليون وخمسمية ألف ريال وما تم تحصيله من المدينين ثلاثة مليون وثمانمية ريال إذن الفرق سبعمية ألف ريال يتم تسجيله في جانب المدين من حساب التصفية تم تسجيل ثلاثة بنوت في جانب المدين من حساب التصفية وهي حسابات الوصول والفرق في تحصيل المدينين ومصاريف التصفية أما الجانب الدائن لحساب التصفية تم تسجيل فيه جميع مخصصات الوصول الثابتة بما فيها مخصص ديون مشكوك في تحصيله ومجمع استهلاك الوصول الثابتة ومتمثل في مجمع استهلاك السيارات ومجمع استهلاك الآلات ومجمع استهلاك المباني وكذلك يجعل هذا الحساب دائنا بمبلغ بيع الأصول وكذلك دائنا بخسارة التصفية التي يتم تحميلها إلى حساب المساهمين وكما هو واضح في حساب التصفية أن السيارات 2 مليون ريال إذن الرصيد 2 مليون ريال رصيد مدين حسابات الآلات 7 مليون ريال إذن الرصيد أصبح 9 مليون ريال حسابات العقارات 9 مليون ريال الرصيد أصبح 18 مليون ريال في جانب الدائن 500 ألف ريال مخصص ديون مشكوك في تحصيله إذن أصبح الرصيد مدين بمبلغ 17 مليون وخمسمية 18 مليون ناقص 500 الباقي 17 مليون وخمسمية ألف ريال ومجمع استهلاك السيارات 800 ألف ريال 17 مليون 500 ألف ريال ورصيد مدين وحساب مجمع استهلاك السيارات رصيد دائن بمبلغ 800 ألف ريال إذن هناك رصيد دائن 16 مليون 700 ألف ريال الفرق بين 17 مليون وخمسمية ألف ريال ومجمع استهلاك السيارات 3 مليون ريال والفرق بينه وبين الرصيد الداين 17 مليون و700 ألف ريال 13 مليون و700 ألف ريال وكذلك مجمع استهلاك المباني 3 مليون ريال الفرق بينه وبين الرصيد المدين 13.700.000 ريال الفرق 10.700.000 ريال ثم بيع الأصول ويجعل بقيمة البيع حساب التصفية دائن بـ 11.900.000 ريال وبالتالي أنه أصبح هناك رصيد دائن لأنه الرصيد المدين 10.700.000 ريال وهناك قيمة بيع الأصول 11.900.000 ريال إذن الفرق يمثل رصيد دائن 1.200.000 ريال وتم تحميل حساب التصفية بمبلغ الفرق في تحصيل المدينة والبالغ 700.000 ريال إذن لا زال الرصيد دائن بمبلغ 500.000 ريال باعتبار أنه الرصيد دائن 1.200.000 ريال ويجعل هذا الحساب مدينة بمبلغ 700.000 ريال إذن الرصيد 500.000 ريال رصيد دائن وكذلك هناك حسابات مصاريف التصفية يجعل به حساب التصفية مدينة وبالتالي أنه هناك رصيد 100.000 ريال رصيد مدين وهذا الرصيد يرحل إلى حسابات المساهمين أو يجعل به حساب التصفية دائن بخصوص يجعل حساب التصفية دائن بخسارة التصفية لأنه نتيجة التصفية هناك خسارة مبلغ 100.000 ريال تحمل إلى حساب المدينين وبالتالي أن حساب التصفية أصبح رصيده صفر هذا فيما يخص حساب التصفية أما حساب البنك فيجعل هذا الحساب مدينة بقيمة بيع الأصول وكذلك مدينة بتحصيل مبلغ تحصيل المدينين تم بيع الأصول بـ 11.900.000 ريال وتم تحصيل المدينين بمبلغ 3.800.000 ريال وهناك رصيد مدين أصلا لحساب البنك 1.800.000 ريال بالتالي أنه رصيد البنك 1.800.000 ريال كما هو ظاهر في قائمة المركز المالي للشركة وتم تحصيل مبلغ 11.900.000 ريال من بيع الأصول أصبح الرصيد البنك مدينة بمبلغ 13.700.000 ريال وكذلك تم تحصيل المدينين بمبلغ 3.800.000 ريال وبالتالي أصبح الرصيد مدينة 17.500.000 ريال تم سداد الديون ويجعل حساب البنك دائنا بمبلغ سداد الديون والبالغ 2.000.000 ريال وبالتالي أصبح الرصيد مدينة 15.500.000 ريال وهو الفرق بين 17.000.000 رصيد 500.000.000 ريال رصيد البنك المدين ومبلغ تسديد الدائنين في الجانب الدائن وكذلك يجعل هذا الحساب دائما بمصاريف التصفية وبالتالي أصبح الرصيد 14.900.000 ريال أي أنه الفرق بين الرصيد المدينة 15.500.000 ريال ومصاريف التصفية التي جعلت في الجانب الدائن لهذا الحساب 600.000 ريال أصبح الرصيد الموجود في البنك 14.900.000 ريال يتم تحويلها أو توزيعها بين المساهمين ليصبح رصيد حساب البنك صفر أما حساب حقوق المساهمين فيظهر كما يلي هذا الحساب يجعل دائما برأس المال 10.000.000 ريال وبالتالي الرصيد 10.000.000 ريال هذا الحساب يجعل دائما بمبلغ رأس المال 10.000.000 ريال وبالتالي الرصيد دائما 10.000.000 ريال وهذا الحساب كذلك يجعل دائما بمبلغ 3.000.000 ريال وبالتالي أصبح الرصيد 13.000.000 ريال وهذا الحساب يجعل مدين بمبلغ خسائر التصفية التي ظهرت في حساب التصفية وحمل بها حساب المساهمين يجعل هذا الحساب مدينا بمبلغ المية الريال وبالتالي أصبح الرصيد 14.900.000 ريال الفرق بين الـ 15.000.000 ريال الرصيد الداين والمية ألف ريال التي تم جعلها في جانب المدين وبالتالي أنه أصبح هذا الحساب المبلغ تم تحويله من البنك إلى حساب المدينين بمبلغ 14.900.000 ليصبح رصيد حساب حقوق المساهمين صفر أن هذا المبلغ تم تحويله لحساب المدينين توزيع المدينين كما هو ظاهر في حساب البنك أنه هناك 14.900.000 ريال تم تحويله لحساب المساهمين وهي ظهرت في حساب المساهمين في جانب المدين باعتبار أنه تم توزيع هذا المبلغ للمساهمين وبالتالي أصبح رصيد حساب حقوق المساهمين صفر الصفر